الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم وبارك على سيدينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومع حكاية جديدة من حكايات المستوى الثاني الطماطم فاكهة في يوم من الأيام بينما كانت الخضر في طبق والفواكه في طبق آخر على طاولة المطبخ قفزت حبة الطماطم من طبق الخضر إلى طبق الفواكه تضايقت الفواكه من هذا التصرف فقامت التفاحة تعترض على حبة الطماطم مكانك ليس بيننا يا حبة الطماطم أنت من الخضر عودي إلى طبقك من فضلك حبة الطماطم أنا فاكهة ومن حقي أن أكون في هذا الطبق بقيت الخضر في طبقها تراقب ما يحدث في حين قامت الموزة تحتج هي الأخرى على حبة الطماطم ها 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 أنت فاكهة وبما صرت كذلك كلنا نعرفك من الخضر يضعونك في الطنجرة ويطبخونك فوق النار تدخلت الإججاصة الحكيمة وقالت لا بأس يا حبة الطماطم ولكن لا بد أن تشرح لنا كيف أنت فاكهة ونحن نعرفك من أنواع الخضر حبة الطماطم وأنا مستعدة لذلك الفلفل سنجلس جميعا أمام محكمة تحكم بين الطماطم من جهة وباقي الفواكه من جهة أخرى تألفت المحكمة من الباذنجانة والجزرة والبرتقالة وجلس في القاعة باقي الخضر والفواكه بينما وقفت اليقطينة ونادت في الحاضرين محكمة قام الجميع احتراما للقضاة وانطلقت الجلسة قالت الجزرة ماذا تقولين أيتها التفاحة التفاحة يا سيدة القاضية نحن نعرف جميعا أن الطماطم من الخضر وليست فاكهة الجزرة وماذا تقولين يا حبة الطماطم وقفت حبة الطماطم وقالت يا سيدة القاضية أنا فاكهة من جهة بذوري التي نشأت منها والطباخون هم الذين حشروني مع الخضر وأنا فخورة بأن أكون من الخضر لأنني أمنح الأطباق لذة ولكن يجب أن يعلم الجميع بأنني من الفواكه أيضا تشاور القضاة فيما بينهم فنطقت الجزرة بالحكم الطماطم فاكهة وهي أيضا من الخضر لذلك من حقها الانتقال من طبق الخضر إلى طبق الفواكه ومن طبق الفواكه إلى طبق الخضر صفق الجميع لهذا الحكم وقالت التفاحة والموزة هما يعانقان حبة الطماطم كلنا موجودون لأجل تغذية الإنسان تغذية صحية انتهى سردو الحكاية وسنمر الآن إلى دراسة تحليلية للحكاية لنتعرف عن شخصيات الحكاية والزمان والمكان والأحداث ثم ننتقل بعد ذلك إلى البنية السردية للحكاية شخصيات الحكاية حبة الطماطم الموزة الليمونة الفلفل الجزرة اليقطينة التفاحة الإجاسة البادنجانة المكان طبق الخضر طبق الفواكه طاولة المطبخ المحكمة الزمان في يوم من الأيام تتفاعل هذه الشخصيات وينجم عنها الأحداث التالية قفزت حبة الطماطم من طبق الخضر إلى طبق الفواكه تضايق الفواكه من تصرف حبة الطماطم احتجاج الفواكه ودعوتها حبة الطماطم الرجوع إلى طبق الخضر إصرار حبة الطماطم على البقاء في طبق الفواكه تدخل الإجاسة الحكيمة إنعقاد مجلس المحكمة للاستماع إلى حبة الطماطم دفاع حبة الطماطم عن نفسها وإقناعها للقضاة بأنها من الفواكه ومن الخضر كذلك حكم القضاة بأن حبة الطماطم من الخضر والفواكه تصفيق الجميع واتفاقهم على أنهم موجودون من أجل تغذية الإنسان تغذية صحية يبقوا معنا للانتقال إلى البنية السردية للحكاية البنية السردية للحكاية جاءت على الشكل التالي البداية في يوم من الأيام بينما الخضر في طبق والفواكه في طبق آخر التحول هو انتقال حبة الطماطم من طبق الخضر إلى طبق الفواكه المشكل عدم قبول الفواكه يعني الموزة والتفاحة لحبة الطماطم في طبقها لأنها من الخضر الحل هو إقناع أو حكم المحكمة لصالح حبة الطماطم بكونها تعد من الخضر والفواكه بطبيعة الحال بعدما نجحت حبة الطماطم في إقناع هيئة المحكمة النهاية كانت سعيدة صفق الجميع لهذا الحكم واتفقوا على أنهم في خدمة الإنسان وتغديته تغدية صحية أما فيما يخص العبرة أو العبر من الحكاية وهي تجمل في شيئين اثنين الأول هو أن كل شيء يكون بالتفاهم وبالعقل دون اللجوء إلى الصراعات والشيء الثاني هو الإنصياع إلى قرار المحكمة باعتبارها الفاصل في النزاعات التي تكون بين الأشخاص بهذه العبر نكون قد وصلنا إلى نهاية الدراسة التحليلية من الحكاية وإلى حكاية أخرى أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر